موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم ما يتعلق بالمنطقة الخضراء التي تقع في حي التقية هي جريمة منظمة مع سوق الأسرار والترصد حيث أن هذه كانت عبارة عن شريط أخضر الأشجار فيه عامرة أطوالها ربما لا تقل عن 3 إلى 4 متر ارتفاعها فيها منظومات سقي وفيها منظومات ري حديثة البلدية أنشأت هذه المنظومات كانت النية مبيتة لقتل الأشجار ابتداء من مدة طويلة لغرض استعمالها استعمال آخر مخالف للتصميم العراق يعاني من مسألة التصحر وهناك توجه حكومي بعدم التجاوز على المناطق الخضراء وزيادة الرقعة الخضراء في العراق نستغرب من هذه التصرفات التي تتجاوز وتتعدل بالتصميم تصميم الأساسي شركة دار الهندسة التي أعدت تصميم الديوانية سمعنا من المستشار الذي أشرف على التصميم قال الديوانية تشكو من مناطق الخضراء أكو عجز بين نسبة السكان والمناطق الخضراء فيجب عليكم زيادة مناطق الخضراء في الديوانية نحن نستهجن هذه الأشياء تعليمات من مديرية التخطيط العمراني العامة بعدم التجاوز على أي منطقة خضراء ضمن الرقعة للمدن هذه التعليمات مع الأسف دائرة التخطيط العمراني يعني أين من هذه التعليمات؟ يعني هل عرض الموضوع على مديرية التخطيط العمراني العامة؟ هذا واحد اثنين الشارع هذا مدخل رئيسي مدخل رئيسي ديوانية نجف المدخل الرئيسي هل من المنطق ومن المعقول أن تكون هناك دور وخلفية الدور هي مطلة على الشارع العام ولا يوجد أي محرم للطريق العام يعني من أبسط البديهيات أن الشوارع الرئيسية يجب أن تكون طرق خدمية حتى تعزل بين المناطق السكانية وبين الطرق خصوصا إذا كانت الطرق رئيسية فكيف هذا طريق رئيسي بالديوانية يعتبر ومدخل محافظة يعني لا يوجد طريق خدمي للمنطقة السكانية اللي هي حي سكني كبير حي التقية وكذلك المنطقة هذه يعني هي العازل بين الطريق العام وبين المنطقة السكانية استعمل استعمال مخالف ويعني القفة مال البيوت أو خلف البيوت مطلع على الشارع العام فكيف رح يصير المنظر أنا بس أريد واحد يتخيل يعني خلفيات المنطقة الجديدة رح يصير مطلعة على الشارع العام وليس واجهات البيوت زين هذه يعني أنا اللي أعرفه التصميم الأساسي إذا يصير أكوبي تعديل يعرض على الوزارة ويعرض بالذات على مديرية التخطط العمراني العام معقولة مديرية التخطط العمراني يعني توافق على هذه التصرفات اللي يصير تجاوز على مناطق الخضراء وتوافق على إعداد تصاميم صحيح صارت أكو نقل صلاحيات ونقل اختصاصات بعض الوزارات للمحافظات ولكن هذا الاختصاص اختصاص التصاميم اختصاص خطر جدا ما ممكن يخلوه الإدارات المحلية هي تصرف بي على هواها وعلى كيفما اتفق إخواني هذا الموضوع يعني أنا أطلب من مديرية التخطط العمراني تدخل بي هي الحد الفاصل تدخل بيه هي تطرأي وأما ما عداها لجان تقصي ولجان أخرى هذه اللجان ليس لديها خبرة بالمدن وبمحددات المدن وبمحددات التصاميم الأساسية يجب أن تكون الدائرة الاختصاص اللي هي مسؤولة عن التصاميم وتعديلات التصاميم يجب أن يكون لها رأي بهذا الموضوع وهي هي الحد الفاصل وهي اللي تقطع النزاع بهذا الموضوع بداية أرحب بكم وأشكركم على هذا الحضور لإتاحة الفرصة لي على أن أتحدث وأكشف جزءا مما جرى ويجري في هذه المحافظة البائسة وعلى وجه الخصوص قضاء الدوانية المركز الذي هو أكثر بؤسا وتدنيا على كافة الصعود وفي كافة المجالات فلا دين يحكمنا ولا عروبة تحركنا ولا تاريخ يذكرنا ولا نسب يجمعنا من المخجل والمؤسف والذي يدعو إلى العجب العجاب أن يكون الفساد في هذه المحافظة ومنذ عام 2006 على وجه التحديد حتى هذه اللحوة حيث غابت كل المفاهيم وتردت كل الأوضاء ومن يتصدى ولو بكلمة حق لا يسمع إن لم يكن عليه ذنب قديم أو حديث يمكن أن يؤاخذ عليه هناك مشاريع أخجل أن أتحدث عليها لأنها لا تصدق منها على سبيل المثال إلغاء المنطقة الخضراء في التقية وهي جريمة قد لا تكون لها مثيلة في تاريخ العراق بل وتاريخ العالم فلم أسمع ولم أقرأ ولم أشاهد ولم أرى أن محافظة معينة أو رئيسها يتصرف مثل هذا التصرف الذي حسب وهو أمر مؤسف أنه لا يوجد من يحاسبه إلا الله هذه هي الحقيقة المرة هدر في الأموال هدر في الأنفس هدر في القيم هدر في الأخلاق هدر في كل شيء إلا شيء واحد هو كيف أحصل على المال وبأي ثمن بعيداً عن كل المؤثرات والنواجع الإنسانية والبشرية والتاريخية فلم يحصل مرة في تاريخ العراق ولم يحصل مرة في تاريخ هذه المحافظة أن تكون الأمور على هذا المستوى المتدني والمخجل أن التصميم الأساس والتصميم القطاعي في مدينة الديوانية ويشرفنا أن نكون نحن الذي كانت لنا بصمة وحيدة فيه اعتمد المعايير الدولية والمبادئ الدستورية ومصلحة المواطن وقد أخذ في الحسبان جيل المستقبل الذي له حق علينا كما كان لنا حق على آبائنا الذين تركونا وتركوا لنا طريقاً نهتدي به ولهذا هذا غيظ من فيض الشريط الأخضار جريمة لا مثل لها في تاريخ العالم كما قلت سابقاً فهي إلغاء للتصميم الأساس وإلغاء للتصميم الأساس وكما أن الدستور هو الحاكم في الدولة فأن التصميم الأساس ومثله التصميم القطاعي هو الحاكم في المحافظة ولا أدري كيف يحصل هذا هذا جزء بسيط ومن شاء منكم أن يراجعني فأطلعه على حقائق مذهلة أكثر غرابة من هذه الغاءة يؤثر على مدخل طريق النجف الذي هو بأرض ستين متر ليكون تسعة واربعين بعد أن حذفت منه أحد عشرة متراً وهو أمر غريب ثم أني أشير إلى حقيقة تاريخية منذ وجد العراق وقبل أن يكون دولة لها سيادة ولها فلا يوجد للسيد المحافظ أبرى تاريخ العراق أي سلطة في هذا المجال لأن السيد المحافظ قبل سقوط النظام لا يستطيع أن يغير استعمال ولو خمسة أمتار إلا بموافقة ديوان الرئاسة في حينه في زمن الدكتاتوري الذي لعناه ثم استغفرنا الله على ما وجدنا لأنه كان أكثر رحمة من هذا الذي عكناه خلال 2003 حتى الآن وبعد سقوط النظام تشكل المجلس البلدي بموجب الأمر 71 لسنة 2004 الصادر من سلطة الانتداب المؤقتة وتحديدا صلاحيات المجلس البلدي في الفصل الرابع منه الذي أناطى كل شيء داخل حدود القضاء بالمجلس البلدي لدرجة أن لا مدير البلدية ولا السيد المحافظ ولا أي سلطة في المحافظة تستطيع أن تصرف الدينارا واحدا إلا بقرار من المجلس وأن لا تقوم بتبليط شارع أو تغطيتي إلا بقرار من المجلس ثم جاء من جاء من خارج الحدود فعملوا ما عملوا وجمدت الصلاحيات نسكت ونثور نسكت ونثور والله أعلم بما تجري عليه الأمور وأستغفر الله لي ولكم وأرجو منكم مراجعتي لأطلعكم على وثائق لو نشرت على العراق لأصيب بالدهش لأن لا مثل لها في تاريخ العراق ولا في أي محافظة بل ولا في أي مدينة حتى هذه مدينة الشافعية فيها ناس يحاسبون نحن هنا فقط نحاسب شكرا لكم على حضوركم وأسأل لكم التوفير والسداد بداية الأمور أحب أن أوضح أنه تم توجيهه من قبل مديرات باديات دوانية بخصوص البناء الحاصل وراي على القطعة المرقمة 59 على 64 عفو على 10 مقاطعة 3 التقية في مدخل دوانية نجف تم صراحة بناء مجمع استثماري على هذه القطعة اللي هي عائدة إلى وزارة المالية حسب صورة القيد ولكن تم حدوث تجاوز على الشارع العام اللي هو بعرض 60 متر هذا الشارع العام اللي هو مدخل محافظة يعني كل المحافظات عدها مداخل رسمية بأبعاد رسمية وبأعراض شوارع محددة من قبل مديرية التخطيط العمراني مدير التخطيط العمراني للمحافظة ومدير التخطيط العمراني العامة التصميم الأساس لمحافظة دوانية الشارع يقول عرضه 60 متر تم توجيه من قبل مديرية الدوانية حول المشروع اللي خلفي صارت بعض المشاجرات في بداية الأمر مع المستثمر وتم حجزي ونقلت على ضوءها إلى مركز شرطة جزائر في محافظة دوانية وبقيت ما يقارب خمس ساعات وتم تهديدي لحد هاللحظة بالتهديد واقع ضمن تهديدات يعني لا صارت ولا تصير يعني أبدا ماكوهيش تهديد أضافة إلى أنا رجال موظف خلال دوام الرسمي اعتقلت من قبل الجهات الأمنية اللي هي من محافظة دوانية اعتقلوني يا بليش شن السبب والله أنت متحارش أو جايت رجل تتوقف عمل المشروع يا بل المشروع مو نظامي متجاوز على الشارع بيتجاوز قالوا ماكوشي أخذوه وروحو للمركز المهم الله سهل وطلعنا من المركز الموضوع ما بي اخواننا صراحة اجت يعني صارت هاي الموضوع ما لشوشرة ما للمجمع على شغلة المجمع الاستثماري اجت لجنة ما لتقص حقائق من موجهة من مكتب رئيس وزراء المحترم لأخذ الذرعات والكشف على الموقع وشنو الغلط بي وشو ليش وهذا أصولي أو مو أصولي في بداية الأمر سولفت صراحة للجنة قلت لهم احنا يعني موجهين من قبل مديرياتنا وبالكشف على هذا الموضوع وأثبتنا أنه متجاوز وإذا تحبون نطلع وأثبتنا أنه صراحة متجاوز بتسعة متار وإذا الدلائل والحقاق موجودات عندي من أمر إداري ومن استعمال ومن تصميم أساس ومن كشف مشترك زين الموضوع ما بيش شنو اللي صار صار الموضوع يعني وصل إلى صداح بداية الأمر طلعنا كشف مع اللجنة كواقع حال على هذا المكان ووقفة اللجنة ما تقص الحقاق الموجهة من رأس الوزراء ومديرنا الفيتا ذرعا واقع حال يعني قدامهم صارت مدت الفيتا مديرنا الفيتا وطلع نقص من الشارع العام اللي هو أرضه ستين متر ما يقارب تسعة متار غير محرمات الطريق أي طريق محرمات إله يعني الميت متر أكيد إلى محرم والستين متر إلى محرم يعني هو ستين متر ما نحققها ما أخذ التسعة متار من الشارع على العموم كدر رجعنا بها للاجتماع وكتبنا المحظر مالتنا وأثبتنا أنه هو متجاوز يعني هذا المحظر اللي كتبنا يوم الأحد أنا مباشرة ثاني يوم تم عفاع من منصبي شلون اللون ما تعرف يعني فتقو شايلها صراحة المستثمر لا صايرة ولا دائرة اتصال ما أعرف بيمن أمر قبض تجيب الكاب بالتليفون أمر قبض تجيبه بالتليفون يعني الصراحة يعني ما شايف حياتي كلها ويمكن ما راح أشوف مثله على العموم أثبتنا أنه متجاوز بعد يوم طلبنا من المديرية بديد دواني اللي هو هذا الكشف المشترك هذا الكشف نسبوني بي أنا كمهندس مساحة وياي أيضا مساحين اثنين ما عرفوا كاعتذارات رسمية من عندهم ليش ما حضروا اجيت ومرة ثانية ذرعنا وكتبنا كتبنا أيضا متجاوز هذا الكشف مالتنا الثاني هذا الكشف الثاني أيضا هاي الأوليات كاملة إنه متجاوز وبمقدار تسعة متار زين وعلى طريق العام اللي هو الدواني النجف اللي بعرض ستين متر وأيضا ممثل مدير التقطوط العمراني كتب كشفه ما مزودين بأوليات كاملة مثلا لا مباشرة بالمشروع لا تسليم موقع لا تصاميم تفصيلية للمشروع بنفسه يعني أي أوليات فقط إجازة استثمارية يعني ويجوز إذا تدقق بالإجازة الاستثمارية مالته احتمال إذا موساقطة يعني يعني ما عرف شون مباشر عليها ضوء يا قانون استند ما أدري زين فيرجى التوجيه جميع الوزارات من وزارة عمار وسكان كتب عمراني وزارة البلديات من وزارة يعني صراحة هذا الشريط الأخضر كمدخل محافظة يعني ما أعتقد كل المحافظات كلها بالبداية مدخل محافظاتهم قاعد تصير منطقة خضراء ومنطقة جميلة ومداخل نظيفة زين زين احنا هنانا يبني البيت ووجهه على البيوت ومط الظهر مالته ظهر البناء على الشارع يعني الطوب قدت المدخل المحافظة تلقي ظهر ظهر البيت على الشارع يلاقي جدار ما تعرف هذا الجدار شنو وما تدري والله شنو هذا بيت بيت وين وجهه اضافة الى التصميم التصميم اللي يقول أنا معتمد يا مدير بلدية يا مدير تخطط عمراني هيرجى التحقق بها صراحة وهذا هذا حتى لقائي جزء يعني اتأذى بي خوش بس أنا اتحمل اريد اشوف وين هو يوصل وين الحق يوصل والله اذا صارت لا سامح الله بعد انسجلنا شي حتى بعد واحد يقول هذا امير راح انتهى بها العموم التصميم مالته شي يقول الاستعمال مالته استعماله يقول مختلط تجاري سكني الطابق الاول تجاري والطابق الثاني سكني الطابق الاول التجاري وين هذا قدامك قاعد يشوف كله بيوت وتأسيسات صحية ومسور افتات ولا تجاري ولا سكني راقحها كلها سكني زين وانا يعني صراحة انقل مظلوبتي لكوني شنت مسؤول القسم والحمد لله والشكر احنا موظفين يوم نشتغل هنا يوم نشتغل هنا هاي ما بيها لا المنصب دايم ولا شي والحمد لله والشكر عايشين وماكلين وشاربين ومستورة ونسأل الله انه يعني تبين الحقيقة ويقولون هاي العالم يعني صراحة العالم تأذت يعني لوان هذا بيتي بيتي كان يسواله مليار يسواله 750 مليون بيت على الشارع العام هسه هذا كواقع حال هسه تجي اي محل عقار تقول لجقد شان يسوى قبل وشقد هسه يسوى هذا كل الموضوع ما بي صارت طبعا تهديدات من قبل العوائل وياهم صارت صارت اطلاقات نارية طبوا لهم للبيوت يعني طابين بقوة لا صارة ولا دائرة وشهروا السلاح وصار رمي وصارت دعاوي ويجيب لك امر قبض زين ولحد البارحة ايضا اتصلوا بي وقالوا ليش متحفظت على هذا طبعا جايبين هميا طابعينهم كشف طابعينهم كشف وبوحدهم وتعال توقع للعلم هذا كتاب من وزارة وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة للمحافظة انه ممنوع ممنوع منعن باتن تغيير الاستعمالات والتحفظ على مناطق الخضراء ممنوع تغيير استعمالها هذا كتاب رسمي اذا هذا كتاب تقول للوزارة احنا ما معترفين به خلي قولوا حتى المستثمر يكمل شغله هذا المساحة الخضراء هذه محددة هاي المساحة الخضراء هذا طريق دوانية نجف هاي المساحة الخضراء هاي استادي هاي المساحة الخضراء وهاي العقارات اللي هي هس حاليا اهل المنطقة اللي مشتكية زين احس المشيدات قاعدة يصير على هاي الأراض زين هذا الكشف اللي هم طابعين ما عرف وين طابعين انا كتبت عليه اتحفظ زين هذا الكشف ايضا كاتب عليه اتحفظ وضربة الاسم مالتي اكس وموجود وكل الاوليات موجودة فوجي اهالي الدوانية بصورة عامة وهالي التقية بصورة خاصة وكل من يسكن هذه المنطقة بقيام المستثمر لغرض اقامة بناء او عمارات في هذه المنطقة الذي يعلم كل اهالي الدوانية منذ ان وضع التصميم الاساسي الاولي للمدينة ان هذه هي منطقة فيها جزء للشارع والقسم الاخر منطقة خضراء ولكن فوجينا بقيام المحافظة بيعطاء المستثمر هذه المنطقة لقامة بنايات فيها طبعا الكل يعرف انه هذه المنطقة هي محرم قسم محرم للشارع وقسم منطقة خضراء وهذا العمل اساسا تجاوز كل الامور المرسومة الى الاستثمار وتجاوز كل قوانين الاستثمار ومعلوم من يلاحظها يشم رائحة فساد واضحة رائحة فساد واضحة في هذه العملية ثانيا اتتعدت لجان واللجان اثبتوا انه هناك تجاوز على الشارع قاموا اخر ما وصل اليه الاخوان ومع كل الاسف يعني اخر ما وصلوا اليه انه قالوا يجب ان الشارع انقل الى ذلك الجانب بعد اثبت ثلاث لجان انه هناك تجاوز على الشارع فجابوا لجنة كانما شكلوا جديدة على ما تشتهي انفسهم قالوا ان الشارع ليس بهذا الجانب انما يجب ان يعبر توسع الشارع الى ذاك الجانب وهذه مخالفة صريحة وواضحة وما اعتقد اكوا عاقل يقبل بهذا الامر ولا انسان تهم مصلحة الدوانية يوافق على هذه الاجراءات التي هي فاسدة بحد ذاتها وهي تأذي مصلحة اهالي الدواني بصورة عامة ونرفضها رفض قطعي ومما يثبت ان هناك فساد الحركة الغير اعتيادية بناء دائب ليل لنهار اضافل هذا لم تراعي مهندس ومقاول لم تراعي الجوانب الفنية ستراها انه يصب ليلا ويبني نهارا ويفترض عمر الصب الى ان يقام عليه البناء ان يمر سبعة ايام ولكن بنى ليل لكي يجعله واقع حال ويمر عملية الفساد والعملية الضرر للمدينة بما يريد ويشتهي امن كثير بان لاياد الخيرة يا سيدنا المحافظ انها عملية واضحة عملية فساد واضحة فان كنت تدري بها فانت ستحاسب امام الله وامام القانون موسيقى وانحب نوضح ونشير الى ملاحظات مهمة جدا نرجو اخذها بنظر الاحتبار حقيقة قامت جهة مالكة الارض اقارات الدولة باستثمار القطعة المرقمة واربعة وستين على عشر مقاطعة التقية عفوا ومساندة التخطيط العمراني وتدجيل العقاري ودوائر اخرى وبليتة الدوانية بالاخص وقاموا بتجريف هذه المنطقة الخضراء بتجريفها وجعل مدينة الدوانية الذي تمر بها ثلاثة محافظات عرضة للازدحامات وعرضة للاختناقات المرورية وعدم اشراك دائرة المرور بالمخططات علما ان اعدت تصميم تصميم هيئة التخطيط العمراني في الديوانية اعدت تصميم مخالف لواقع المدينة ومخالف لجمالية المدينة ومخالف لكل الاعراف والقوانين بما ان قمنا بتوجهنا الى الرأي العام والى قسم الوزارات وقدمنا طلب الى السيدة وزيرة المالية مشكورة وقدمنا طلب الى السيد مدير مكتب رئيس الوزراء لكن لا جدوى في ذلك وبعد المتابعة المستمرة تبين ان ارسال لجنة من مكتب رئيس الوزراء وتغص الحقائق وعدت تقريرها ونشر في كل التواصل التواصل الاعلامي ولكن ما يقوم به المستفيد والمستثمر مسنود مسنود بالسيد المحافظ ومسنود بالدوائر الاخرى قام بالتجاوز على محرمات الطريق علما انه الطريق في التصميم الاساسي ستين متر عدل خدميات اللي من الجانبين ولكن واقع حالي الشارع حاليا اربعين متر اربعين متر وهناك ثلاثة تقارير اعدا في ثلاثة ايام كل تقرير مخالف للتقرير الاول نسأل ونناشد لماذا هل رأسة لجنة الوزراء غير دقيقة او غير او غير مهنية راجين اخذ هذا الموضوع بالنظر الاحتبار خدمة للديوانية وخدمة للتوسع الذي 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 يحصل مستقبلا لاجيالنا واحفادنا راجين راجين الاسراع باقاف هذا المشروع اه ونكون شاكرين لكم وشاكرين لعدالتكم وهناك دعاوي مقامة مقامة في محاكم الديوانية ولكن المستثمر اخذه يقوم بالعمل الساعة الرابعة صباحا ويبني على الصب الذي عمله او نفذه الساعة الرابعة الساعة الثامنة صباحا علما ان هناك تعاليم تعليمات وزارة التخطيط لا يجوز العمل الا بعد اه بعد نتيجة الفحوصات المختبرية وبعد اشراك مهندس استشاري للمشروع اه خوفا لا تحصل كرادة اخرى لا تحصل كرادة اخرى الذي زهقت ارواح زهقت ارواح المسلمين اه احنا نقل مناشدة الى السيد الرئيس الوزراء بخصوص هذا المشروع المتجاوز على اه بخصوص المشروع التجاوز الذي يبني على المنطقة الخضراء احنا مناشدتنا لسيد الرئيس الوزراء انه شارع اه مدخل مدخل مدينة النجف دوانية هو شارع مزدحم ويكون كافة مداخل دوانية من جهة الدغارة ومن جهة بغداد ومن جهة عفك كل كل مداخل المدينة يكون بها اه سايدين خدمي الا مدخل مدينة دوانية من ناحية النجف حتى سايد خدمه لا يوجد فاحنا مناشدتنا للسيد الرئيس الوزراء اذا ما تكون هذه فما قابلين بها انه تكون حديقة خضراء فيجب ان تكون سايد خدمي يخدم اهل المدينة واضافة الى تعريض الشارع اللي هو هسا قياسه 40 متر وهو بالتخطيط العمراني بالوزارة التخطيط انه لازم يكون قياسه 60 متر فمناشدتنا انه ايقاف هذا المشروع المتجاوز على الاراضي التابعة للدولة بالنسبة للشخص المستثمر انه مشروعه هو خلف منطقة الدقية خلف منطقة الدقية بمسافة عكسوا الارض منك وجابوا لهم سهم في سبيل انه والله جناب المستثمر عجيب هذا الشريط عجيب هذا الشريط لانه على الشارع العام مدخل مدينة النجف مدخل مدينة الدوانية نجف فاحنا مناشدتنا للساد المسؤولين والى المسؤولين في المحافظة طبعا للعلم شكلت لجان شكلت لجان من قبل رئيس الوزراء ورسلت الى هذا الموقع ووقعت جميع مدراء دوائر المحافظة انه هذا المشروع تجاوز وإلا بعد فترة بيرحون والمحافظة كأنه تجي شكل لها لجنة ثانية وقلون ها لا هذه الارض مو متجاوز عليها خلننتقل للشارع الثاني اذا يعرضون الشارع فهذا كله كله بسبب الفساد الفساد اللي اللي استشري في المحافظة الناس اللي مطالبها كانت منطقي يريد نشوف المطالب اللي قدمت سابقا يعني مجلس الوزراء قدم أعضاؤهم وإجوا اللي هنا وطلعوا على المشروع ورادوا يشوفون الجدوى الاقتصادية اللي من إقامة هذه المشاريع لكن كانت الإجابة صريحة أنه لا توجد جدوى ولا يوجد هناك أي مخطط ومرتسم ضمن هذه العمليات يعني الحالة اللي شفناها أنه مجلس وزراء وقال طيرائية وقال هذه ما بها جدوى اقتصادية وذهبت إلى بغداد وصواء لقاء مباشر وقال يابا أنه هناك شبهات فساد تدار حول هذا المشروع بعد ذلك يعاد تشكيل لجنة أخرى لغرض تقص الحقائق وأنه هذه اللجنة اللي شكلت عذفت منها أسماء اللي كانت باللجنة السابقة وتم بيان الموقف أنه هذه اللجنة الأخرى فيها أيضاً اختلافات بعض الأعضاء اللي موجودين بها مشتركين بالتوقيع الإيجابي وبعضها مشتركين بالتوقيع السلبي يعني نفس اللجنة تعاد لجنة أخرى زين وين السلطة التنفيذية اللي تكون رئيس الوزراء السلطة تكون أعلى من المحافظ كيف تعاد تشكيل لجنة أخرى ورئيس الوزراء يشكل لجنة تحقيقية وتخصص حقائق بالمشروع الاستثماري مشروع استثماري زين شن الجدوى الاستثمارية يعني سحنا عوفوا الشكوى المقدمة من قبل الأهالي باعتبار أنه قد تكون تضرر الأهالي أكثر من الأطراف الأخرى لكن المناطق الأخرى شن الجدوى الاقتصادية يعني هل هي مولاة حتى تقول أنه هل هي مجمع طبي هل هي استثمارات تعود بإرادات للدولة إذا هي مجمعات تكون رح تكون سكنية شن الوارد الاستثماري زين هذا المشروع الاستثماري هل هي القطع اللي موجودة به قيمة أموالها ورجعت إلى أموال الدولة حتى تكون أنه هذا المشروع الاستثماري يدرأ بفوائد أنه سبب عجز مالي في حكومة العبادي بعض القطع الأراضي والخضراء صار بها يعني بعض الإجراءات والتغييرات لكن بعدها شكلت حكومة الكاظمي عاد العبد المهدي والجدوى الاقتصادية عادت تشكيلها من جديد أسعار النفط ارتفعت مشاريع استثمارية ألغيت بسبب هناك هدر بالأموال العامة الآن أصبحت توجد موازنة انفجارية يعني مو عجز حتى يقدر واحد يقول ما استثمر حتى يقول أنه واردات تعاد إلى الدولة الآن أصبحت هناك موازنة انفجارية والدولة تقول هناك بنات تحتية هذه ضمن المشاريع البنات تحتية حتى نستطيع نتوقف يعني الأهالي تنسح بتقول يا بأ إنه جدوى اقتصادية وبها بنات تحتية زين مشاريع عملاقي غير ربطة ديوانية بالمجاري زين وين راح يقام يعني يقام بالمنطقة وين راح يكون إذا هي المنطقة اللي هي بها ساحة صالحة لأن تقام هذه البناء التحتية اللغة بسبب البناء يعني المساكن اللي تحدد زين الواجهة للدار وين كانت واجهتها هل هي واجهتها على الأبواب للأشخاص الآخرين اللي للمنطقة لو واجهتها على الشارع الرئيسي يعني حتى بالتصميم المرتسم هسا من تجي لأي منطقة تشوف أنه واجهة المساكن تكون على الشارع العام مو تكون خلفها يعني الدار يكون الظهر الخلفي للشارع العام نجي للشارع الرئيسي اللي هو ضمن المرتسمات الشوارع الآن بالمشاريع الاستثمارية كل المدن اللي صارت بيها تغييرات وصارت بيها ندخل المحافظات النجا في كربلا بغداد الكوت المحافظات اللي قاعد ننتقل إلها نشوف أنه الشوارع بدت بيستحداث من شارع الرئيسي إلى شارع خدمي يعني الشارع الرئيسي هو يربط المحافظات يربط المدن الحضارية والشارع الخدمي تكون للمناطق هسا لا هو الشارع الرئيسي هو مخصص وفاك الزخيم حتى نقول ما محتاجين شارع خدمي هو الشارع الرئيسي محتاج إلى التوسعة مو بعد شارع خدمي وين الجدوى الاقتصادية يعني بعد تقام هذه الأبنية وتكمل وبعدين ترجع مشاريع استثمارية وتقيم الدولة تشتريها مرة أخرى حتى تقوم مشاريع خدمية أخرى وتسوي شوارع رئيسية فرعية جامعة القادسية شوفون بها هي الجامعة بها أربعة شوارع أم الخيل ضمن هذا البرنامج أنه أكون مرتسام وأكون قطع رح أو توسع بالشوارع يعني ما عدا المركز الرئيسي يعني الدير قاعد عليه شبهات يعني هي هاي المنطقة وحد فارغة وتدير عليه شبهات الاستثمار أما تكون المحافظة طرف بالاستثمار حتى تتوجه يعني أصحاب القرار نشوفهم منهم المحافظة أم مجلس الوزراء أو الناس تتوجه إلى مجلس الوزراء فقط متقية المتضررة المحافظة كلها متضررة يعني هذه الأعداد هي فقط يعني قد يكون الشخص ينظر أن هذه الأعداد اللي موجودة هي خاصة متقية لا متقية يعني ناس جاية من مناطق أخرى يعني المتضررة دائر ما دائر المنطقة هي متضررة زين يجيبوا اللجنة يقول يا باب أن هذه الشارع بحاجة إلى توسع يوجد تجاوز بعد ذلك يقول لك لا التجاوز مو من هذا الجانب الجانب الآخر ليش اللجنة الأولى ما تعرف أنه التجاوز بالشارع من الجهة اليسرع ومن الجهة اليمنى هي قالت تجاوز بمساحة تسعة أمتار وين كان التجاوز بالبناء يعني ما محتاج أنه تروح تغير بالتصميم وبالمرتسم تقول لا الشارع الآخر يعني هذه يعني شبهة الفساد واضحة للعيان بعد هذا اللي موجود بالمحافظة بسم الله الرحمن الرحيم الذي صار وصار تجاوز بي على المناطق الخضراء والمناطق المفتوحة من قبل المحافظة الديوانية ومدرية تقطة العمراني بالديوانية غيروا التصاميم لأجل المصالح الشخصية التصميم الحديث اللي أنشئته محافظة الديوانية وبإشراف المجلس البلدي سنة 2013 كلف خزينة الديوانية أربع مليار دينار مع شركة مصرية صار تصميم أساسي نموذجي بمناطق واسعة منها خضراء ومنها مفتوحة اللي حصل بالديوانية أقام السيد محافظة الديوانية وبطلب من مديرية التخطيط العمراني بتصميم قطاعي جديد يحمل الرقم 165 هذا التصميم استقطع جزء كبير من المنطق الخضراء الذي قطعتها 59 على 288 مقاطعة 3 التقية وجنسها حديقة ومملوكة إلى مديرية بلدية الديوانية كمل واستقطع من الشارع العام مدخل ديوانية نجف الذي كان بالتصميم عرضه 100 متر وحاليا الجماعة يقولون عرضه 60 متر لو افترضناه 60 متر إضافة إلى المحرمات والخدم يصير بحدود 80 متر واقع حال حاليا المستثمر بنى بجزء كبير من عنده استقطع من عنده تجاوز عليه من غير المحرمات ومن غير الشوارع الخدمية بحدود 9 متر من كل جهة اللي صار بعدها بعد الشكاوي العديدة الذي قمناها وبعدها قام المستثمر بتجاوز القرارات كافة وقرارات المجلس مجلس القضاء وبلش يبني إذ يسوي واقع حال بالمدينة حيث العمل المتواصل لمدة 24 ساعة بتاريخ المقاولات وبتاريخ الهندسة وإحنا مقاولين يصب رفض الساعة بثلاثة بالليل الساعة بستة الصبح يبني طابو من غير اللاق ومن غير الجميل مدخل مدينة يكون خلف البيوت على الشارع العام المنطق الخضراوية المناطق المفتوحة وين حسب أعمام مجلس الوزراء المرقم سأزودكم بالنسخ مالتا يقول عدم التجاوز على المناطق الخضراء وعلى المناطق المفتوح بعدها تصدينا للموضوع نحن أهل المنطقة وأخذنا على آتقنا محاربة هذا الموضوع بكل الطرق السلمية والقانونية إلا أن المتنفذين في المحافظة أخذوا يدفعون نحو التصعيد وأقاموا علينا دعاوي كيدية في منطقتنا وفي غير منطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر